استخطبت سندات التنمية الحكومية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددا من المستثمرين لتشهد البورصة تداولات مرتفعة لعدد من الإصدارات حيث ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي بنسبة 40% من نحو 8 ملايين و 700 ألف ريال عماني إلى حوالي 12 مليون و 200 ألف ريال عماني وأظهرت بيالات التداول الصادر على البورصة دفاع الإقبال على الإصدارات 51 و 58 و 62 و 67 من سندات التنمية الحكومية التي شهدت مجتمعة تداولات بنحو المليوني ريال عماني تمثل 16.2% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي